نحن اليوم فخورين بتوقيعنا للاتفاقيات مع شركة E&I الإيطالية وشركة OMV التي تشمل شركة أدنوك للتكرير بالإضافة إلى تكوين شركة جديدة وكيان جديد معني بتسويق وتداول المنتجات من شركة أدنوك للتكرير ما هي الحصة التي تم تخصيصها لكلتا الشركتين؟ وهذا بيخلينا نتحدث عن قيمة إجمالية لأدنوك للتكرير ما هي؟ بعد عملية تنافسية كبيرة جدا من معظم شركات المختصة في هذا المجال تم تخصيص 20% لشركة E&I الإيطالية و15% لشركة OMV النمساوية وذلك لتقديمهم أفضل العروض لأدنوك طبعا تم تقييم أصول شركة أدنوك للتكرير بما يقارب 71 مليار درهم سوف تحصل أدنوك على ما يقارب 21.3 مليار درهم عند استكمال العملية نحن بنعرف بأن استراتيجية أدنوك الشركة الأم هناك اهتمام كبير بالتكرير والبترو كيمويات كيف لهذه الشراكة بالتأكيد أسماء عالمية أن تنعكس إيجابا على هذه الاستراتيجية برأيك؟ طبعا شركة E&I وشركة OMV عندهم خبرات واسعة وكبيرة جدا في إدارة المصافي وفي تسويق المنتجات فنعتقد أن هذه الشراكة سوف تسهم بشكل فعال لتطوير قدرات أدنوك للتسويق والحصول على أسواق وتداول منتجاتنا بأعلى قيمة في الأسواق العالمية هذا بالإضافة إلى أن الشركات هذه سوف تقوم بنقل خبراتها والتكنولوجيا إلى نبض الرويس والذي هو أدنوك للتكرير وعلى هذا الأساس تم إقرار تشكيل شركة لشركة الثلاث أو أدنوك للتكرير لإدارة وتسويق هذه المنتجات؟ الشركة هذه سوف تركز على تسويق وتداول المنتجات الناتجة من شركة أدنوك للتكرير سبعين في المئة من إنتاج أدنوك للتكرير سوف يروح للشركة هذه وسوف يركزون على إضافة هامش ربح لأدنوك وكل منتجاتها وهذا ما يضيف إلى استراتيجية أدنوك بتعزيز القيمة لكل برميل ننتجه من الدولة بالنظر إلى قيمة الصفقة يعني هو نحن قليل ما بنسمع بأرقام كهذه بهذا القطاع ما الذي يعكسه ذلك برأيك؟ أنا أعتقد حجم الصفقة يعكس حجم ونوعية منشآت أدنوك للتكرير لكن الأهم هو أظنني الـ potential growth للشركة هذه بالإضافة إلى بيئة الإمارات الجاذبة لاستثمار ما أعتقد أنك بتشوف صفقة مثل هذه برع دولة الإمارات كاستثمار يعزز النمو الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر